يتواكب احتفال محافظة بورسعيد بعيدها القومي الثالث والستين مع بدء العمل رسميا بمنظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد ومن خلال هذه المنظومة العظيمة اللي بتأثر على كل بيت في مصر وفي المواطن في بورسعيد ده كان حلم احنا الحمد لله انا بحمد ربنا ربنا عطينا هو عمر اكتر من 50 سنة ان شفت التأمين الصحي الشامل بيتطبق زي الدول المتقدمة عندنا في محافظة بورسعيد منظومة كفلت لمواطني بورسعيد حق العلاج الذي يتساوى فيه الجميع دون تفرقة منظومة التأمين الشامل جميلة جدا في بلدنا وعن تجربة عندي ابن اخويا عمل عملية ثلاثة عمليات في بعض في عينيه على نفعة الدولة صغير عنده اربع سنين وعندي اخويا كمان عمل عملية اسطرة ودعامة في المستشفى اللي هي المستشفى النصر بعد التطوير بصراحة حتى جوزي كمان كان تعبان والله 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 منظومة جميلة جدا 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 والله يعني منظومة كويسة جدا وكمان يعني شاملة حاجات كتيرة جدا ولن شاملة الرعاية والاهتمام بصراحة غير الاول خالص لا الخدمات كويسة ما شاء الله والنظافة كويسة الحمد لله لا عمليات حلوة حلوة ومستشفيات جميلة والمستشفيات التطويرت وبقت حلوة ومرزومة حلوة من ناحية تطول المستشفيات ففعل الواحد دلوقتي بيشوفها زي مستشفيات الخمس نجوم زي ما بيقولهم والكلام ده ومن المقرر ان تنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد لتغطي كامل محافظات مصر خلال الاعوام القليلة القادمة ترجمة نانسي قنقر